الحياة الأهل عد من برج العرب بثلاثة نقاط ثمينة وغالية قبل ما أتكلم في أي حاجة تخص هذه المباراة خلوني أهنئ وأقول إن أحلى حاجة في الدنيا هي جمهور الأهل أحلى حاجة في الدنيا تخلينا نبقى وقفين أمام حضراتكم وإحنا مبسوطين ما حدث اليوم في برج العرب سيبك من المباراة وصيبك من الفنيات اللي هنتكلم فيها واللي تكلمنا فيها في الستوديو التحليلي قبل هذه الحلقة من البيت الكبير كل لازم تتكلم في فنيات واصلوا من مش عارف جي منينه ومن طلع منينه ومن عمل ايه ومن أخطأ ومن ما أخطأش ومن كان كويس ومن وعيش ولكن يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو اللي لا يخطئ هو الحاجة الحلوة اللي موجودة هو الحاجة الحلوة اللي احنا بنتسند عليه الحقيقة يعني قبل ما اتكلم في أي فنيات وقبل ما اتكلم في أي حاجة يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو رقم واحد زي ما الأغنية قالت بالزبط الحقيقة وانا قلت الكلام ده 100 مرة قبل كده عناصر لعبة كرة القدم اهمها هو الجمهور وبالمناسبة جمهور النادي الاهلي هو الجمهور في العالم كله هو ما بياخدش فلوس لكن كل عناصر اللعبة الاخرى بتاخد مقابل اللي بتعمله لكن جمهور خصوصا جمهور الاهلي عمره ما بياخد ده بالعكس ده بيدفع فلوس عشان يروح يتفرج على اللعيبة ده بيدفع فلوس عشان يتفرج على ندي بلاش اللعيبة لانه اللعيبة بتتغير نهارده اسلام موجود بكرة اسلام مش موجود نهارده فلان موجود بكرة فلان مش موجود ولكن يظل دائما اللي حضراتكم شايفينه ده هو الاساس في كل شيء جمهور الاهلي احلى حاجة في الدنيا بالنسبة لي كل ما الواحد يبقى زعلان من فلان او من علان من اللاعبين ابص للجمهور كده وقول ايه الحلوة دي عارفين حضراتكم احنا كسبنا ليه النهارده كسبنا علشان خطر جمهور الاهلي اللي لغاية ثانية آخر ثانية معرفش لو معاك انا عايز بلويه الصوت لو يتحطيلي يا سمير بتاع اخر خمس دقايق وجمهور الاهلي بيغني اللعابته بيقول لهم الدوري مش حيروح اللعبوا بالروح الدوري مش حيروح لما حاس ان اللعيبة تعبت او ان اللعيبة اه قالت ان او يعني شاف ان اليأس بيدب في اللعيبة لا جمهور الاهلي ده النهارده هو صاحب الفلسة القارم هو ده اللي اللعيبة سمعته النهارده وزي ما قلت لحضراتكو دايما انا كنت من الناس اللي اسعدهم الحظ ان انا بقى موجود في الملعب وكنت بابقى قريب من الجمهور لانه كنت بلعب جنب الدرجة التالتة فكنت باسمع صوت الجمهور صوت الجمهور بيعمل بيعمل حاجة غير طبيعية يعني لو انت تقطق في اخر المباراة عشرة في المية الجمهور ده بيخليها تسعين في المية او مية في المية بيضاعف طقطق يعني طبعا ده للشخصية التي تحتمل واللي عارفة يعني ايه تشيرت النادي الاهلي انا بتكلم بشكل عام فاحنا اللعيب اللي عندنا كلهم عارفين قيمة الاهلي وعارفين يعني ايه النادي الاهلي وعارفين يعني ايه جمهور النادي الاهلي بالمناسبة يعني كلهم عارفين هذا الكلام علشان كده لما سمع صوت حضراتكم النهاردة قدرنا نكسب في الديئة ستة وتسعين في الوقت البدل الضاية هو ده اللي كان يهمني النهاردة اللي كان يهمني النهاردة مش الاداء اللي كان يهمني النهاردة مش اللي كان يهمني النهاردة ان انا اخد ثلاثة نقاط في ظل ظروف صعبة جدا 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 وانا قلت لحضراتكم قبل كده وده اللي جمهور النادي الاهلي عملوا النهاردة انا بتعلم من جمهور الاهلي شكرا